يقول لك الإشي كله بالإنجليز يقول ناس بشي كثير كلها لا فيه تلاعب لا شك وهذا التلاعب تستطيع أنك أنت تحيل القانون لكن هناك قصور تشريعي من جهتين من جهة ضبط هذه المسألة يعني أنت لا يكفي في موضوع الاحتيار الإلكتروني يمكن أنك تفلت يعني مش شرط يقدم لك شهادة مصدقة ومش شرط أنه يعمل لك التدريب مباشر ممكن عن طريق الإنترنت فأنت الآن أمام احتيار الإلكتروني يعني نحن تتحت الهواء قلت لو أنا لو تأخرت يوم بالقضية اللي انتوا رافعينها كان القضية كلها في شيء طبعا لأنه لولما تم ضبطهم متلبسين لأنه اللي يجايين يعملوا المحاضرة هم من إخواننا من غير ليسوا من الأردن وإذا سافروا ضبوا هالعدة اليافطة وهالحقائب وهالشهادات معهم هاللابتوب وحمر حالهم سافروا وهنا السؤال يعني اليوم كنا على الهواء بنحكي إذا بدك تعمل فعالية صغيرة وزير الداخلية يمنع أو يرفض فما بالك الناس جايين من بلد إلى بلد الأردن وبيتروحوا على فندق خمس نجوم وبيستأجروا قاعة وبيحطوا شعار جامعة الدول العربية ومحدش بيدري عنهم والجامعة التي تبلغ لأنها عرفت عن طريق الإنترنت وتمت الملاحقة لكن وين وزارة دور وزارة الداخلية لا أعرف وين وزارة يعني مين المسؤول عن هذه المسألة وأكيد طبعا وزارة الداخلية بس كيف الفندق إدارة الفندق تسمح لما سألت أنا الفندق أقول لك والله أنا واحد يجي أستأجر من عندي قاعة للتدريب أقول لك تفضل ادفع لي مصاري ألف وخمسمائة دينار وخذ القاع بكل بساطة لكن صار في عملية تزوير في الداخل صار في عملية مش شغل الفندق طبعا هذا أكيد يعني يعني قانون الاجتماعات العامة بتطبق على حدا وحدا يعني في عندك أنت هون معايير للأسف يعني في أهم وأخطر مسائل تمس أبنائنا الطلبي اللي هم فعلا يعني وجدت منهم شباب اللي يجوا يشتكوا بيحكي لك يعني أنا شو ذنبي أنا دفعت خمسمائة دينار من دم قلبي عساس أشارك في هذه الدورة وأخذ هذه الشهادة أكون عضو تمثيل دبل ماء يعني وليش بشارك أصلا هو بشارك عشان ياخد كرتوني وعشان يترقف الوظيفة أو يقدمها في السيرة الذاتية أو لما ينتقل من وظيفة إلى وظيفة يكون معزز من شهادات للأسف حتى الطلاب أو اللي كانوا ملتحقين بهذه الدورة كانوا مستغربين يقول لك طب يا أخي الأوتيل ما نبهنا مثلا الفندق ما أعطانا مؤشر معقول ما بيقدموا ورق ما بيقدموا يعني الناس اليوم تعتقد بظل هذا القوانين اللي عنا الصاري من اجتماعات عامة فهو برتاح نفسيا هذا الشعار اللوغو بتاع جامعة الدول العربية مش محمي؟ طبعا محمي محمي أصلا بموجب قانون خاص ومصادق عليه من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بحماية الإسم والشعار لجامعة الدول العربية ويحمى في قوانين الدولة التي ينتهك فيها هذا الشعار يعني يطبق عليها قانون مثل ما اليوم تحكي قانون الأسماء التجارية وقانون العلامات التجارية تمنع تشجيل أو استخدام شعار الحكومة أو شعار جلالة الملك وشعار الدول الأجنبية ما لم يكن